في إطار الحرص على التخفيف عن أولياء الأمور عبر توفير كافة احتياجات الطلاب المدرسية في مكان واحد شامل وجامع تتواصل فعليات معرض أهل المدارس لتقديم خدماتها للمواطنين وتأتي تحت شعار افرح وفرح ولادك وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا مباشرة من معرض أهل المدارس مرسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم إليك جرمين نعم بعد التحية بالفعل كما ذكرت نتواجد داخل معرض أهل المدارس والذي يقام بمقر أرض المعارض بمدينة نصر يستمر هذا المعرض حتى العاشر من سبتمبر الجاري ويستقبل المواطنين يوميا من الساعة العاشرة الحديثة عشر صباحا حتى الساعة العاشرة مساءا الملفت لأنظر في المعرض هذا العام هو سيطرة المنتج المصنوع بأيدي مصرية على معظم المنتجات المتواجدة هنا بشكل كبير فبنجد لفتات موزعة في أنحاء المعرض تحت شعار صنع في مصر بأيدي مصرية يقام المعرض هذا العام بمشاركة ما يقارب من مئتي عارض يشاركون في عرض عدد متنوع وكبير من المستلزمات والأدوات المدرسية والذي المدرسي وأيضا هناك وجود للمواد الغذائية كل هذا بأسعار مخفضة وبجودة عالية الجديد في المعرض هذا العام هو أيضا وجود جناح خاص بعرض الأدوات الإلكترونية وأيضا الأجهزة الإلكترونية ووجود عدد من العروض لشركات الإنترنت بأسعار مخفضة يعني هو معرض يتواجد التخفيف بالطبع على المواطنين وعلى عبق زيادة الأسعار فهناك تخفيفات كبيرة بتتواجد بشكل كبير تستطيع أن تواجه أي زيادة في الأسعار بتتواجد في أماكن أخرى خارج هذا المعرض أيضا هناك اتخاذ لكافة الإجراءات الاحترازية وأيضا زيادة لعدد المداخل وتباعد الممرات لمنع أي تكدس بنشير أيضا أن المعرض تواجد في مكان استراتيجي فهو بتواجد في مدينة نصر بالقرب من معظم وسائل المواصلات وأيضا على بعض خطوات من محطة متر وأرض المعارض الدخول هو بشكل مجاني لكل الزائرين باستثناء يعني من يستحب معه سيارة فيقوم بدفع رسوم 20 جنيه للدخول لكن يعني من يأتي بدون سيارة بيدخل بشكل مجاني تماما يستطيع أن يتجول في أنحاء المعرض ومشاهدة كل المعرضات التي تتواجد وتعرض بأسعار مخفضة وبجودة عالية بنعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو شكرا لك مرسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم كنت معنا من أرض المعارض شكرا لك